ترجمة نانسي قنقر مهارات التوظيف سيكون لهم عكاسات إيجابية كبيرة على صعيد سوق العمل وقد تم خلال الاجتماع استعراض آخر مستجدات منصة مهارات التوظيف خاصة ما يتعلق بقيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتزويد هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بما يلزم من بيانات باعتبارها شريكا أساسيا في إطلاق المنصة وتغذيتها بالمؤشرات المطلوبة لتعزيز قاعدة بياناتها كمنظومة إلكترونية متكاملة هذا وسيحقق إطلاق منصة مهارات التوظيف عكاسات إيجابية كبيرة على صعيد سوق العمل حيث ستوفر المنصة ولأول مرة على المستوى الوطني بيانات تفصيلية ومعلومات دقيقة منقحة مرتبطة بسوق العمل وستقدم المؤشرات والمعطيات التي يتم من خلالها قراءة واقع سوق العمل واحتياجاته الفعلية والمستقبلية من الأيد العامل المؤهل وربط ذلك بتحسين مخرجات التوظيف والتدريب في مختلف المراحل التعليمية كما ستعكس المنصة حجم القوى العاملة ومستويات نموبها وآخر المستجدات المتعلقة بالوظائف التقليدية والمستحدثة المرتبطة بالتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والمتغيرات المتلاحقة في عالم الأعمال وتطور أنماط الإنتاج ترجمة نانسي قنقر